قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الجبوري إن وزارة المالية خفضت الرقم المطلوب في قانون الاقتراض من 41 تريليون إلى 31 تريليون دينار لكن الرقم لا يزال مبالغ به مؤكداً أن البرلمان سيضغط مجدداً على الحكومة لتخفيض هذا الرقم شاهد واضح أن الحكومة اليوم بعد أسبوع من لقاءنا مع وزارة المالية خفضت الأرقام وحصرتها من 41 تريليون إلى 31 وهذه إشارة جيدة أعتقد لا يزال الرقم مبالغ به وسيتم الضغط مجدداً على الحكومة بغية تخفيض هذا الرقم خاصة إذا ما جمعنا رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الحماية الاجتماعية والأجراء اليومي فأنا نجد أن ذلك الرقم لا يتجاوز الـ 8 إلى 9 تريليون لذلك أنا أعتقد المجلس اليوم سيقرأ القانون تمويل عجل المال لقراءة ثانية ولم يذهب إلى التصويت في الجلسة القادمة ربما سيتم التصويت يوم الخميس القادم في أحسن أحواله المفروض لا يتجاوز الـ 10 تريليون في أحسن أحواله لكن مع ذلك خلال الحكومة تكون جادة في تخفيض الأرقام حتى نستطيع الذهاب مثلاً 10 أو 12 تريليون ممكن أن نذهب بهذا الاتجاه